وفي ديالة لا تزال المعامل مغلقة في أكبر مدينة صناعية فيما التي فتحت أبوابها لتتجاوز أعدادها أصابع اليد بحسب شهادات لدجلة وأكد أصحاب المعامل أن الأسباب تتراوح بين غياب الحماية والإهمال الرسمي والذي يحد من توفير المواد ما أدى لتعطيل الآلاف من الشباب تفاصيل أوفى مشاهدين في سياق تقرير علي إبراهيم لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة التي باشرت بالعمل مجددا بعد عام 2003 أكبر مدينة صناعية في ديالة أبواب مصانعها مغلقة منذ سنوات بسبب الأحداث التي عصفت بالبلاد الأمر الذي دفع أصحابها إلى تركها والهروب 180 معملا كان يشكل مصدرا رئيسيا في رفض الأسواق العراقية بالمنتج الوطني المنطقة الصناعية تعاني من إهمال في البنية التحتية المنطقة الصناعية بها أكثر من 180 معمل هذه المعامل تقريبا 80% الآن متوقفة بسبب عدم موجود حماية المتجر الوطني عدم موجود بنية تحتية هذه المنطقة الصناعية لو تشتغل 40% الآن 40% راح تغطي على كل البطالة الموجودة الآن فقط أدنى أربع معامل الطحين هنا أدنى بعض المعامل التي هي معامل نستلة ومعامل شعرية وماكرونة وملح الآلاف من الأيد العاملة كانت تحتضنها هذه المعامل إذ تعتبر مصدر رزقهم الوحيد اليوم بلا عمل بسبب إهمال هذه المدينة الصناعية والتي أصبحت أشبه بمدينة أشباح تثير الرعب والقلق لكل من يدخلها مواطنون أكدوا أن الإهمال تتحمله الحكومة المتعاقبة بسبب غياب الدعم الحكومي للمنتج المحلي قبل أن هناك أمال ومعايشين عوالي خير من الله أن هناك أربعة أو خمسة ألاف عامل وعوالي تجينا نساء ورجاء ويجعون الكوستات ما شاء الله مغبطة من جميع المناطق بعقوبة حتى محافظات كانت يجعون لنا يشتغلون وإذا أصبحت ما شاء الله معاملين ثلاثة يشتغلون السبب الرئيسي والاستيرات ما شاء الله كل المتروحة للأجبان كلها شات منها كلها استيرات قلة الإسناد وقلة الدعم هذا كلها الحقيقة أدى إلى تدهور الكثير من الصناعات ولا سيما أن هناك بضاعة واردة من دول الجوار هي بضاعة تعتبر من نفويات هذه الدول تصدرها العراق غياب الدعم الحكومي للمنتج الوطني تسبب بوصول هذه المعامل إلى هذا الحال فالأسواق تغزوها المواد المستوردة التي لا تقارن بالصناعة المحلية من ناحية جودتها وسلامتها على المستهلك علي إبراهيم قناة دجلة ديالة اشتركوا في القناة